دكتور راشيد مزة طبيب بيطاري بالمصلحة البيطارية بفاس اليوم كنا نتواجده مع جمعية مساعدة الجزارة بن سودا بفاس بعد دعوة التي قاموا بالمصلحة البيطارية للحضور واللقاء تواصل معهم اللي باش نشرح لهم بعد العلامات وعلى الحمى القلاعية وعلى الحالة الحالية دي الحمى القلاعية بجهة فاس مكناس كما تواناهم بأن هاد المرض كي خاص للحيوان ما كي قيش للإنسان وبالنسبة للمنطقة دي الفاس كانت عندنا حالة وحدة في الجامعة تقول الطيب وتقلبنا عليها في الحين إذن إلى يومين هذا الحمد لله ما بنش حتى شي حالا وبعد ذلك لضرنا على طرقنا بعد المسائل اللي هي كتهم المهنيين خاصة الجزارة وصنع الجزارة وعلى الأمراض اللي يمكننا نتعرضوا لها في المهندية اللي هم متى خاصة الصناع اللي كيقوموا بشكي اللي كيسلقوا الحيوانات للأبقار والأغنام مثلا نظرنا على مرض السولة نظرنا على الإشكالية والأخطار دي الدبيحة السيرية إذن فهمنا اللي هم بعباد المسائل وحتى طرقنا حتى النقطة دي البيع اللحوم هل اللحوم الحمراء الصادرة من المجازر الغير المعتمدة أو المجازر المعتمدة لونك فرق فكما بينا لهم بأن المجازر المعتمدة حاليا كما تبي في القانون بأن عندهم الحق أن يقوموا بحاف جميع منطق المغرب لأنها مجازر اللي هي معتمدة أما بنسبة للمساليخ الأخرى ومجازر الأخرى فلا يمكن أن نقوم بخروج هذه اللحوم من المدارع الحضاري شكرا